من بين تقلبات الاقتصاد العراقي وتداعياته على السوق المحلية ارتفعت أسعار المواد الغذائية ومنها الطحين وزيت الطعام وعزا تجار الجملة في سوق العمارة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعدم استقرار صرف الدينار العراقي أمام الدولار المواد التي صعدت صعد الشكر وتزيد حاليا الأسباب حسب حتى المعمل يقول صعود أسعار المواد الخامة التي يستوردها من خارج العراق مثل الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الناس متخوفة اللي يتخوفوا يقول لك اليوم أنا اشتري بـ 56 أحسن ما اشتري بـ 60 أو أكثر من 60 يعني جاي نشوف المواطن جاي يعاني يعني هسا احنا ابو الجملة جاي صعد علينا الأسعار احنا محكم احنا جاي نتحكم لنا ونصعد نسعر عليهم هسا مثلا أول البارحة قبل 3 يام الزيت بـ 45 ألف هسا اليوم بـ 57 زينا هذا الفقير مين يجيب راح معلوالديك ويشهد العراق موجة قاسية بارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة تلك ذات المساس المباشر بالمواطن فضلا عن أصحاب المطاعم وأفران الصمون حيث زاد الطلب عليها مؤخرا رغم غلائها خوفا من فقدانها من السوق المحلية الزيت صعد الزيت هسا الكارتون بـ 65 ألف جيس الحموص بـ 36 ألف كان جيس الحموص بـ 16 ألف كان زيت بـ 22 ألف المواد كلها صعدت المخضر صعد رقابة ماكو متابعة ماكو خلي راقونا هاي التجار خلي شوفونا أنا صاحب محل يعني زيت تشنت ما شاء يعني أبيعا أكو علي طاقة شرائية اللي هسا كلها واقف يعني زيت من 2.5 إلى 2.4 إلى 3 إلى 4.3 هسا صار كارتون زيته بـ 56 ألف هسا من الجملة مو إحنا نبيع الجملة قاعدة تبيع بـ 56 ألف التمن صعدت للـ 19.5 أبو العشرة كيلو وفي محاولة للحد من استمرار صعود الأسعار حذرت قيادة العمليات في المحافظة التجارة من التلاعب بالأسعار واستغلال الموطن البسيط غير أن مواطنين طالبوا بإجراءات أشد لضمان استقراره خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان حيدر الساعدي قناة دجلة ميسان